المثال الزجل من النوع ده بيبقى مريح جدا مريح ومتعب ولا انت بتتدايق ان هو ما بيستطعمش مثلا لازم الاكل بقى مظبوط ايه ولازم الدخان تبقى طالعة من الاكل كده سخن جامد لا هو طبعا بيبقى عايز الاكل متزبط قوي وهو دايما عشان انا دايما بقول العين بتاكل قبل المعدة فانا باهتم قوي ان شكل الطبق يبقى حلو كده يعني فهو اول حاجة بيقولي 5 ستار انا حاسس ان انا قاعد فقطي ال 5 ستار ايه بتعمل فلا اما تعمل مثلا طبق سيرفيز كده يترسلك بالفعل والله كأنك قاعدة في قاعدة في 5 ستار زي بتقدم معرفش بيحطه ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه 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 هديك انا باهتم معنا شوية بالحاجات طبق حكله تحفة بتتنزل لها لحد فين؟ ايه لحد اللي انت تقف عنده في التنازل؟ بالنسبة لسحر بالنسبة لسحر هي سحر يعني عندها يعني موضوعية الى حد كبير الى حد كبير يعني طلباتها فيها موضوعية الى حد مقبول حينا بتطلب حاجات اوفر شوية او لا طب بس على مهلك واحدة واحدة كلمة بوكافياردة اوه لا 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 بس نطلق طب احنا مش عارف ايه وحنا هنقاش لأمتا ونا اوكاي بس لازم برضو الدنيا تترتب يبقى يعني قرش للنهاردة وقرش البكرة محطش عارف الدنيا فيها ايه يعني النهاردة احنا موجودين على الشاشة ومشتاب بكرة يعالم ايه فلازم يبقى فيه قرش للنهاردة وقرش البكرة تلوي قوي دا قرش النهاردة وقرش البكرة لازم يا مدام نجوى لازم انا لا ليش بكرة هيوا معنديهش بكرة يعني انا دائما بقول ما نقعدش حمليين هام بكرة فممكن يجي بكرة واحنا مش فيه فبقول له ايحنا ننبست يعني خالينا ننبست وصيب بكرة لصاحب البكرة اه معنديش انا generous vatore هي بقى ليه عشان هي ما عندهش مسئولية البيت لكن الراجل عادةً بيبقوا عنده مسؤولية البيئة أه متعرفش هي الميزانية تبقى قد إيه هي عارفة كل حاجة بس الفكرة في إنه هي ما عندهش المسؤولية الحقيقية للصرف أنا ببقى عارف أكتر فبقلها ما بتشتغلش هي ساحر بترفض بقى يا رفضت حاجات كتير حقيقا رفضت حاجات كتير أه رفضت حاجات كتير الله أحسن الشعب بقى اللي هو الأولاد الولاد بقى إيه طلباتهم إيه وإيه موقعهم في الحكومة بيشتغلوا إيه شعب بس ولا هم أغادين وزارة الشباب هم النهلة ومحمد وفريدة التلاتة خرجين على مستوى طيب الحمد لله لأن دائما إحنا أعيشنا حياتنا يقولك لما تحب تستثمر استثمر في تعليم ولادك طبعا فالتلاتة الحمد لله متعلمين كواس قوي 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 والتلاتة قريدي بيشتغلوا والتلاتة عندهم مرتب لكن التلاتة مؤكد لازم ياخدوا مصروف دوادة طبيعة جداً لشان يفضل الإحساس بالأب موجود يعني حتى لو بياخد إيه لازم ياخد مصروفه من الأب أنت عارف أن في ناس كتيرة جداً تيجي عندنا عند المجتمع المصري أو العربي يقولك إزاي يبقى الإبن كبير وقاعد في البيت وممكن يكون بيشتغل وبياخد مصروفه من أبوه لازم ده إحساس جميل إحساس حلو قوي قوي إن مادة الإيد دي إن البابا بيديني حاجة حتى لو كانت عشرة جنيه في الشهر نروح بقى لجانب الآخر نحن نسود ولا نحكم يعني نحن ننظام وفقاً لبريطانيا هناك مالكة إليزابيس نحن نسود ولا نحكم بمعنى إنه لا تملكي أي قرار على الإطلاق يعني هم أصحاب القرار في كل شيء مادم اتربوا صح ومادم اتعلموا صح وده الاستثمار الحقيقي صحيح خلاص يعني مثلاً تيجي نهلة خارجة مثلاً مع أصحابها ومش عارف إيه وبتاعها تتأخر شوية أعمل أنا موضوع ومقاعد مثلاً في المطبخ مستنيه عشان لما تخش يتعدي علي يعني يا نهلة ما ينفعش حبيبتي التأخير لازم بدري شوية عن كده إحنا الدنيا شطى عشرة بالكتير كواس خميس اللي بعده يحصل تأخير مش عايز أحرج نفسي أو مطالع نايم مثلاً بدري شوية ما خعودش في المطبخ بقى ما خعودش في المطبخ عشان ما تعديش عالي عشان ما حاجش نفسي لكن في النهاية الحقيقة هم جمال جداً وعندهم يعني قعدتهم ترد الروح ربنا خليهم هم التلاتة الحقيقة ما شاء الله عليه وجمال في حواراتهم وأفكارهم راقية جداً وأنا لما حب أستفيد بفكر أسأل نهلة وأسأل فريدة وأسأل محمد يدوكي فكر أعلى بكتير لأن هم دول الجيل هو طالع بقى ومعدي يعني يدوكي فكر أعلى من فكرك بكتير ويدوكي بعض ربما ما يكونش موجود عندك خالص طبعاً ما هو أنت ما تاخد من الجيل الجديد حاجة كويسة لازم يكون أساساً هو متأسس لازم وإحنا دائما نقولك إيه بنأسس التأسيس في الأكل لا يقولك ده متأسس أسسه ده كان مش عارف إيه وكان إيه لأ إزاي التأسسه أخلاقياً بالضبط بتعلمه الأصول نعم فتقدر أن أنت لما يكبر تقدر تاخد منه رأي صحيح إنما دلوقتي ممكن نلاقي مثلاً شباب مش متأسس وده غصب عنه أي فيديلك رأي أو ديلك تعبير مش مش محترم صحيح فتنفر منه لا ويبقى هو برا المنظومة صحيح الجميلة مناسبة لك